الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده فدعونا نكمل مع الملحد حامد عبدالصمد ونفضح افتراءاته على الإسلام وضحكه على المستمعين له فالمهم بعد المعركة دي المسلمين كانوا بيجتموا في خالد والمجموع بتاعته وقالهم انتوا الفرارين وانتوا اللي غربتوا من بتاع فمحمد مش عايز يخسر فارس زي خالد لسه برضو متعشم ان يكون له دور في الامبراطورية اللي هو بيبنيها فراح مسميه سيف الله المسلول ودي طبعا كارثة كبيرة جدا ان واحد يقرن اسم الله باسم سيفه باسم القتل طبعا هو ما زال يتكلم عن غزوة مؤتة ومع انها انتصار ساحق لخالد رضي الله عنه ولكنه يريد ان يقلل منها كعادته ولكن اثبتنا في الحلقة الماضية كيف ان خالد استخدم الحرب النفسية على جيش الروم وانسحب دون ان يتبعه راجل واحد من جيش الروم خوفا من ان يكون فخا من خالد رضي الله عنه فكون جيش قوامه ثلاثة الاف يقاتل مئتين وخمسين الفا وفي ارض الروم وبعيدا عن وطنه ويعود سالما هذا وحده عند كل منصف انتصار ساحق وايضا لم يجرؤ الروم على المجيء للمسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من المسلمين وهذا يثبت ان الجيش ادى مهمته بنجاح وايضا اكتسب المسلمون سمعة انهم اقوياء ويحاربون الروم فخافهم العرب وصارت سمعة المسلمين تسبقهم في كل مكان وهذا انتصار اخر ثم نأتي لقوله انهم عندما عادوا قال لهم المسلمون انتم الفرار وهذا قاله المسلمون الذين ربما لا يعلمون القوة التي واجهها الجيش وهي بالفعل قوة لا قبل لهم بها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالكرار وهذا كاف ثم قال بعد ذلك انه لما قال المسلمون ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع من معنويات خالد فسماه سيف الله المسلول وهذا كذب فقد سماه سيف الله المسلول قبل مجيئه وقبل ان يقول المسلمون له ذلك ففي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ففي الرواية قبل أن يأتيهم خبرهم لأن الله أخبره بذلك ثم سمى خالدا سيف الله المسلول قبل أن يعود الجيش إذن فقوله أن النبي سمى سيف الله المسلول بعد ما عاد وقال عنه الناس الفرار هي قصة اختلقها لأضحك بها على الناس ثم لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من خالد كما يقول لماذا لم يوله قيادة الجيش مع القادة الثلاثة أو حتى بعدهم ولكن خالدا حضر هذه المعركة كجندي وليس قائد ولما مات القادة الثلاثة اصطلح الناس على خالد رضي الله عنه فلو كان النبي يريد كما يزعم هذا الملحد لوله القيادة وهنا يتبين لك أن الملاحدة يكذبون على الدين ويحرفون الروايات ويفسرونها من عندهم تفسيرا بعيدا عن الواقع ليقلبوا الحق باطل والباطل حق ثم يقولوا كيف يقرن اسم الله باسم السيف والقتل أولا الله عز وجل لا يحتاج لأحد أن يدافع عنه فهو مالك الملك يقهر من يشاء بقوته ولكن المؤمنين بالله لابد أن يخذوا بالأسباب ويدافعوا عن شرع الله وعن أنفسهم ولكي يفعلوا ذلك لابد أن تكون لهم قوة تحميهم ولابد أن يحملوا السيف ولأنهم يدافعون عن شرع الله فما المانع أن يسمى حامل سيف الله الذي يقهر الله به أعداءه والمعاندين لشرعه والمتجبرين في الأرض والمعتدين ما المانع من ذلك ليس هناك أي مانع من ذلك طبعا ولكن هذا الملحد يريد أن يوهمك أن هذا لا يليق وأنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا مسالمين حتى لو اعتدى الناس عليهم وأنهم لا ينبغي أن يحاربوا ويحملوا السلاح ومثل هذه الهرطقات يريد أن يجعل منك مسلما بالمصطلح الدارج هذه الأيام مسلم كيود ولكن حقيقتنا أننا مسالمين مع المسالمين لنا محاربين مع المعتدين علينا نحمل السيف ونرد عدوانهم ونؤدبهم هذا والمسلم الحق ولذلك فليس هناك أي مانع أن يسمى خالد سيف الله وأن يضاف هذا لله أنا بعمل الحلقة دي مش عشان خاطر أدين واحد في التاريخ واللي عمل إيه في التاريخ ما خالد ما كان زيه زي الجيوش اللي في عصر المشكلة لما تسمى واحد سيف الله المسلول ويصدح قدوة حسنة للشباب النهاردة أنهم يقلدوه ويحلموا أنهم يعملوا نفس اللي هو عمله لما تقرن اسمه باسم الله وتقرن اسمه باسم السيف فأنت كده بتكون أنت عامل امتداد اللي احنا بنشوفه في داعش واللي عملته القاعدة وكل الجماعات الإسلامية المتطرفة كلها بتاخذ القصص دي كلها وبتحكي عندما يتكلم أي ملحد سيضع لك الفزاعة هؤلاء يفعلون مثل الدواعش تنظيم القاعدة ومثل هذه الأمور يريدون أن يلصقوا ما فعله هؤلاء بالإسلام بكل الوسائل مع أن الذي عانى من تنظيم الدولة هنا هم المسلمون فكان هذا التنظيم موجود بالعراق والشام وليس في أمريكا وأوروبا وكان يحكم بردة المسلمين ويقتلهم ويزبي نساءهم ولكن هذا شأن الملاحدة دائما يريدون أن يطعنوا في الإسلام ولو بالباطل فهم كذبة بطبعهم وهنا نقول للمرة المليون أن هؤلاء لم يكونوا على نهج الإسلام وأخذوا النصوص وأقوال العلماء وحرفوها عن معانيها وهم أصلا صنع أجهزة غربية ليهدموا بها بلاد الإسلام ويشيع الفرقة بين الناس وقد أجريت مقارنة بين ما فعله داعش وما فعلته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الغربية فظهر أن داعش بجوارهم كالحمل الوديع فكان باين قوي أن خالد دا مش داخل الإسلام عن اقتناع وهو مركز في العسكرة فمحمد بقى بعد ما استتب له الأمر في الجزيرة العربية كده بقى يبعت جيوشه سرايا تروح للقبائل العربية هتسلم ولا تضيع ما فيش حال ما شاء الله هل قال أي شيء في كلامه السابق أن خالدا لم يسلم عن اقتناع هل قص علينا أي فعل من أفعال خالد يدل أنه ليس عن اقتناع ولو أسلم لأجل العسكرة لماذا قبل على نفسه أن يكون جنديا في غزوة مؤتة ولم يتولى خالد القيادة العامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة مؤتة ولم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اختاره الناس ليكون قائدا لهم وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص وأبا عبيدة بن الجرى حتى ولى أسامة بن زيد قيادة سرية ولم يولي خالدا فلو كان خالد أسلم من أجل العسكرة لماذا ترك القيادة في صفوف المشركين ورضي أن يكون جنديا في كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ففعله هذا ورضاه أن يترك قيادة الجيوش وأبهة القيادة ليكون جنديا في صفوف المسلمين لا يدل إلا على أنه أسلم عن اقتناع ويقين لا كما يزعم هذا الملحد الذي يتكلم كلاما عائما بدون أدلة أما نحن فلا نتكلم إلا بالأدلة النقلية والعقلية والمنطقية لتعرف الفرق بيننا وبينهم فأولا نحن لا نكذب وهم يكذبون نحن نتكلم بالعقل وهم لا يعرفون شيئا عن العقل نحن نتكلم بأدب وهم أبعد ما يكون عن ذلك أما قوله أن النبي بعدما استتب له الأمر في الجزيرة العربية بدأ يبعث سراياه لتهديد الناس وبالطبع ليجبرهم على الدخول في الإسلام وفي الحقيقة هذا كلام تافه لأن الأمر لم يستتب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة وبعد فتح النبي مكة وعفوه عن أهل مكة ودخول أهل مكة في الإسلام وعلى رأسهم سادة قريش لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لتهديد الناس أو إرسال سراياه لتهديدهم لأنهم بدأوا يدخلون في الإسلام أفواجا ولكن ما فعله النبي أنه بعد دخول جل قبائل الجزيرة العربية في الإسلام أرسل سراياه لهدم الأصنام وليس لتهديد الناس للدخول في الإسلام فهذا يظهر لك مدى تدليس هؤلاء ثانيا لا يجوز أصلا إجبار أي أحد على الدخول في الإسلام فالله يقول لا إكراها في الدين فكيف يجبر النبي الناس على الدخول في الإسلام كما زعم هذا الشخص وكيف يجبر باقي القبيل وهو لم يجبر حتى أهل مكة على الدخول في الإسلام ولم يرق قطرة دم في فتحها وليذكر لنا هذا الشخص اسم قبيلة واحدة أجبرها النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام هذا إن كان صادقا أصلا في أي كلمة قالها فلو نظرت في مجمل كلام هذا الشخص ستعلم أولا أنه حاقد على الإسلام يتحدث بتحامل وليس بإنصاف كما يزعم ويكذب ولا يتحدث بصدق يحاول تحويل نقاط القوة عند المسلمين إلى نقاط ضعف وهو يعمل بكل ما أوتي من قوة على تشويه صورة الإسلام أولا في نفوس غير المسلمين والذين لا يبحثون طبعا ويشويهه كذلك في نفوس بعض المسلمين الضعفاء أو مرضى القلوب ولذلك لو بحث أي شخص خلف هؤلاء أو سأل أهل العلم لظهر له كذبهم ولذلك نحن نرد عليهم ونبين كذبهم ونحذر الناس من السماع لهم مع ردنا عليهم لألا يظن بعض الضعفاء النفوس أننا عاجزون عن الرد عليهم وإنما ننصح بعدم السماع لهؤلاء لألا يعلق في قلبك شبهة من شبهاتهم فتندم ولا تساعة من دم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر